اهلا بكم مرة ثانية كنا طلبنا من حضراتكم في بداية حلقتنا النهاردة ان انتم تبعاتوا رسالة لميشيل يانكن بعد عودته من جديد لتدريب حراس مرمى النادي الاهلي والحقيقة وصلت لنا عشرات الرسائل من حضراتكم قبل ما نقرأها تعالوا الاول ناخد فكرة عن جانب من رسائل البعض من جماهير ومحبي وعشاقة النادي الاهلي لميشيل يانكن صوت وصورة من خلال التخريضة ونرجع نقرأ بقى اسماء حضراتكم ورسائلكم تابعوا معنا والله مدرب كويس احنا شفنا لما كان مسك مع فيلر قد ايه الشناوي مستوى عليه جدا وقد ايه مستوى الشناوي تقصى لما نزل مع الناشئين فهي عودة تكون في صالح الاهلي طبعا حاجة كويسة الشناوي يكيد بإذن الله هيرجع وشفنا برضو مصطفى شبيرو عادي لطفي مستوى عليه طبعا محدش ينكر انه اضافة قوية جدا يعني من ساعة ما جاء مصر وهو عمل طفرة غير عادية يعني من ساعة ما جاء مصر تحس انه من موليد التيتش يعني تحس انه مولود عندنا في التيتش اضافة قوية جدا عودته طبعا مرة تانية وان شاء الله بإذن الله هيكون اضافة قوية جدا وبتمنى له دايما انه هو الرسالة بقى اللي بحب اتمنى له انه هو ما يسبش النادي الاهلي ابدا يفضل معانا لحد ما خلاص يبطل هو اوريد اننا مش عادينه يبطل بس هو يفضل معانا لحد ما يبطل خالص وقل خلاص اعني انا خلاص يبطل تدريب حراس المرمى وطبعا انا اكتر واحد سعيد برجوعه مرة تانية لانه اضاف للشناوي كتير جدا واضاف لحراس المرمى كتير جدا وده بيأثر تأثير ايجابي على انه الحارس المرمى الاهلي بيكون الاول دايما رقم واحد بيكون رقم واحد في المنتخب بيكون رقم واحد في كل حتة فهو طبعا إضافة قوية جدا 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 لنا إن شاء الله بإذن الله عودته مرة تانية هو كابت ميشيل طبعا في الفترة اللي هو كان متواجد فيها كان طبعا مستوى كابت محمد الشنوي كان في مستوى عالي جدا وكان أعلى مستوياته تقريبا والفترة اللي هو كان متواجد فيها كلنا وكل الأهلوية لحظوا نزول المستوى شوية إن شاء الله مع عودته يرجع مستوى كابت محمد الشنوي الأحسن حالاته إن شاء الله وإن شاء الله ترجع البطولات تاني لمكانها الطبيعي إن شاء الله في النادي الأهلي في مكرها إن شاء الله وإن شاء الله بإذن الله يكون عودته فايدة لنا وخاصة التعاون كل الطائم الإداري إن شاء الله بتاع النادي الأهلي إن شاء الله كله يتعاون مع بعضه وكله يبقى على قلب رجل واحد وهدفه واحد اللي هو نحق البطولات للنادي وترجع الفرحة لكل أعضاء النادي الأهلي وجماهينه إن شاء الله والله فكرة ممتازة طبعاً لأنه هو إستاهل لأنه كان حب نترى بحراس مهلمة من الطراز الفريد يعني المستوى عالي جداً وبدأ تأثيره كان على محمد الشناوي وحراس الأهلي فأنا بصراحة مؤيدها جداً الفكرة والله يعودته يعني قوة للفريق لأننا شفنا زي شناوي كان مستوى كويس جداً وشناوي أخذ أفضل لعب داخل الخارة بسبب هو أنا شايف أنه عنده خبرة كافية بأنه تعامل مع الحراس بشكل رائع بان مستوىهم في تواجده مع فيلر وأنه كمل ده حاجة عظيمة جداً أنه هو حب المكان وحب الفرقة وعارف نفسياتهم إيه ومستوىهم عامل إزاي فيه تطوير كبير نحن كلنا شايفينه في الحراس المرمى الثلاثة والأربعة كمان مش الثلاثة بس وبالذات الشناوي وبعد رحيله طبعاً فيه تأثير كبير جداً في مستوى الشناوي ورجوعه ده في حد ذاته مش بس خبرة في المجال الرياضي لقفت كافية التعامل مع الحراس بشكل خاص طبعاً بداية بقول إن الناد الأهلي جدير بإن أي حد ممكن يخش يشتغل فيه إنه يحبه ويستمر ويحب يرتبط به دايماً يعني وده اللي حصل مع كابت مشيل شيء كويس طبعاً وكان هو كمان بصماته كتواضحة الأول ودلوقتي ممكن يبقى إضافة جديدة مع المدرب الجديد إن شاء الله طيب دي كانت البعض من رسائل الجمهور لي ميشيل يانكن والبعض الآخر موجود معايا هنا اللي هي تعليقات ورسائل حضراتكم اللي مشكورين بعدتوهلنا على البرنامج والحقيقة يعني كل فترة كده بتظهر أسماء معينة وأشخاص معينين بيبقى ليهم وضع شديد الخصوصية علاقتهم خاصة جداً بجماهير النادي الأهلي كلها حب وتأدير واحترام متبادل وطبعاً بطبيعة الحال مشيل يانكن من أهم هذه الأسماء تعالوا بقى نستعرض رسائل حضراتكم هنبتدي بكمال محمد وبيقول جملة بطريقة شعبية لطيفة بس بليغة جداً وبتوصل المعنى اللي حبنا حبناه وده الطبيعي من أحسن نادي في الكون محمد المصري بيقول أنت راجل محترم وجمهور النادي الأهلي كله بيحبك متحة عالم الدين صباح خير رجل أحبه الأهلي فأحبه جمهور الأهلي كيمو عمر عندما تخرص في عملك تصبح النتيجة محبة الجميع شكراً مشيل على إخلاصك وحبك للنادي الأهلي وننتظر منك المزيد أمين نبيل بالتوفيق لي والجهاز الجديد وبالتوفيق للعيبة ويا رب يبعد عنهم الإصابات اللهم أمين يا أستاذ أمين مرفة الدمياطي صباح الخيرات بتقول ده من أحلى القرارات أبو فريدة كل الدعم لنادينا الحبيب كرم أشرف من حبك يا ميشيل بركات غطاس بصراحة الرجل بيحب الأهلي وبيشتغل بروحه وقلبه وأصبح واحد من عائلة الأهلي واللي يشتري الأهلي نشيله على الأعناق كل التوفيق ليه إن شاء الله حسام حسن كل الدعم وإن شاء الله يعمل طفرة في أداء الحراس وينضم ليهم محمود جاد محمد يحيى إبراهيم بيقول رجل محترم جدا وتحسوا إنه مصري ومولود جوه النادي بالتوفيق ليه بإذن الله واللي جاي أحسن النمر المصري صباح الخير واليوم الجميل لعلى أحلى نادي في الكون ويا رب حبه للنادي ينعكس على اللعيبة شنه ولطفي وشوبير ونلاقي ثلاثة أحلى من بعض ويرجع شنه أسد المجرة أحمد عاطف حجازي صباح خير يا كريم ونهوانده كنت منتظر رجعته بفارغ الصبر عشان تأثيره كان كبير بعد رحيله عن الفريق الأول وخصوصا على أداء الشناوي حاتم عسكر بيقول روحه حلوة وحبه للأهل بيظهر مع كل هدف للأهل وكل بطولة وحب جماهير الأهل ليه مش من فراغ لأنه تحس إنه واحد من الجمهور التالتة شمال حمادة هواري بيقول أولا بشكركم على الحالة اللي أنتو عملينها في القناة نحن نشكر يا أستيس حمادة على كلامك الجميل وبيقول ثانيا بنشكر الكابتن الخطيب لعودة مدرب الحراس ميشيل وأهلا بيك مرة تانية في بيتك الأهلي طارق علي شعبان بيقول صباح الخير صباح الفل إنسان محب للأهلي وربنا يوفقه إن شاء الله ويطلع لنا حراس مع الشناوي وشوبير وعلى الله يكونوا سد منيع لشبكة النادي الأهلي والأهلي فوق الجميع طبعا الوقت مش هاسمحنا لنا نقرأ أكتر من كده بس حضراتكم مشغولين بعد طولنا الكثير جدا من الرسائد